أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن احترامه لقرار عبدالله حمدوق بالاستقالة من رئاسة الحكومة السودانية ودع أبو الغيط الأطراف السودانية إلى ضرورة العمل والحوار على وجه السرعة بين شركاء الوطن الواحد للتوصل إلى أرضية تفاهم تسمح بالحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال العامين الماضيين ترجمة نانسي قنقر